بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن شجرة البطم أشهر أنواعها فوائدها بشكل عام وزيتها وصمقها بشكل خاص وقيمتها الغذائية والطبية والاقتصادية من أشهر أنواع البطم البطم الأطلسي البطم الفلسطيني والفستق الحلبي بستاش والبطم العدسي والبطم الأفغاني والبطم التربنتيني والبطم التكساسي والبطم المكسيكي البطم الصيني البطم الشرقي البطم اللانتسيك وبطم كينججوك وأيضا البطم المستكي ويطلق على شجرة البطم أسماء مثل القضوم الضرو الحب الخضراء الحبوب الحمراء السيريوس العذق الذرو والذرواية وأسماء محلية أخرى ويا ريت نتعرف عليها من خلالكم إذا كانت موجودة في أماكن تواجدكم يقولون أن الشعب الفلسطيني له جذور النعناع أي النعناع أو يقولون أن له جذور الصبار وجذور شجرة الزيتون أو تقول شجرة البطم هذه أن شروشها أي جذورها ضاربة في عمق التربة هي كجذور هذا الشعب في عمق ترابه الوطني الفلسطيني تعتبر شجرة البطم الفلسطينية محمية ومقدسة وفقا لثقافة ومعتقدات الشعب الفلسطيني حيث يتم الحفاظ عليها من الإزالة في فترات معينة وتعتبر مكون أساسي للجبال الفلسطينية بجانب شجر البلوط الفلسطيني وكذلك شجر البطم الأطلسي يوجد في هذا النوع من البطم نتوءات كبيرة تأخذ شكل قرن الموز كما في الصورة تابعوا معنا لنتعرف على قيمة شجرة البطم الغذائية والطبية والاقتصادية بعد الفاصل تنتشر أنواع شجرة البطم في المشرق والمغرب العربي وجذر الكناري وجنوب أوروبا ووسط وغرب آسيا وجنوب أمريكا الشمالية وخصوصا في المكسيك وتكساس وهي أشجار وشجيرات صغيرة تنمو إلى حوالي من 5 إلى 15 متر ويمكن أن تطعم شجرة البطم لتتحول إلى شجرة فستق حلبي بستاش وتمتاز بأوراق صغيرة ويصدر عن صنغها رائحة مميزة تشتهر البلاد العربية بنباتات كثيرة لها فوائد اقتصادية هامة في مجالات الدواء والعقاقير والغذاء والصناعات المختلفة ويمكن اكثارها والاستفادة منها لزيادة الدخل القومي لأي قطر عربي يرعى مثل هذه الثروات الطبيعية ويحافظ عليها من الانقراض والعبث في بيئتها البرية وأهمها شجرة البطم والأرجان يستخرج من هذه الشجرة زيت يسمى زيت شجرة البطم وله استعمالات طبية عديدة سنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقا في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار زيت البطم نتيجة زيادة الطلب عليه والمعرفة الواسع بمزاياه العلاجية وأيضا لصعوبة الحصول على ثمار هذه الأشجار التي انقفضت أعدادها وكان للجفاف والإهمال أثر كبير في انحسار مساحاتها في معظم البلدان ففي مجال الطب والاستشفاء للبطم وزيته وصمغه مكان مرموقة كما ذكر ذلك كل من ابن سينا وابن النفيس الدمشقي أنه يفيد في علاج الأورام وأمراض المفاصل وأمراض الكبد ومرض البرد الذي يصيب جفن العين كما أنه معقم قوي ومفيد في علاج لسعات الحشرات وأيضا يطرد الحشرات وفي كتاب القانون لابن سينا جاء أن صمغ الشجرة البطم ينفع في علاج داء الجرب وأظهر الدراسة حديثة أن صمغ البطم يفيد في علاج القرحة المعادية وقد عزل بحاث هذا التأثير إلى فعالية الصمغ في مناهضة البكتيريا الحلزونية الضالعة في نشوء القرحة أما خشبها فله مميزات كثيرة غير متوفرة في الأخشاب الأخرى فهو عندما يحرق يعطي رائحة كرائحة البخور ومن خشبها يصنع عود المحراث والمماسك لكل أدوات الفلاحة مثل الفأس والطورية والكريك والشاعوب والمذراء والقدوم يعني الشاكوش ومشط الأرض وغيره ومن خشبها تصنع أيضا أعمدة الخيام والأواني المنزلية لكون هذا الخشب من النوع المتين ورائحته طيبة ومن خشبها تصنع المسلات لخياطة الأدوات المصنوعة من الجلد والسجاد وغيرها ويستخدم خشب البطم أيضا في صنع بعض الأدوات المنزلية القيمة الطبية الواعدة والجديدة للمستكة المستخرجة من شجرة البطم هي في الوقاية أو تخفيف أعراض سرطان القولون والذي قام به الباحثون من فلوريدا ومن اليونان هو محاولتهم معرفة هل بمقدور المستكة أن تقضي على خلايا السرطان القولون أم لا باستخدامهم مستخدص من راتنج المستكة وغمر خلايا سرطان القولون في تركيزات متدرجة القوة من مستخدص المستكة تبين لهم بفحص المجهر الإلكتروني للخلايا السرطانية أن مواد المستكة قامت بقتل الخلايا السرطانية وفق ضوابط كمية التركيز ومدة التعرض بمعنى أن طول مدة تعرض الخلايا السرطانية للمستكة وزيادة تركيز المستكة هما ما يرفع من احتمالات قتل الخلايا السرطانية وبمزيدا من التعمق في البحث تبين أن المستكة عملت على الإخلال بتتابع انقسام الخلايا السرطانية وأوقفت بالتالي سلسلة التكاثر والانتشار لها كما أنها عملت على تخلق الالتصاق الخلايا السرطانية بكتلة الأنسج الرابطة بين الخلايا وهو في الواقع أحد عوامل حماية تجمع كتلة الخلايا السرطانية من ثم يسهل موتها وتنشيط عملية تحلل محتويات الخلايا السرطانية من مواد ومحتويات النواة شجرة البطم تعطي سمغا يسمى الضرو لذلك يطلق عليها البعض شجرة الضرو كما أن لها زيتا يسمى زيت شجرة البطم وثمار هذه الشجرة صغيرة كروية الشكل على شكل عناقيد ومن هذه العناقيد تتغذى الطيور بأنواعها المختلفة وهي تشبه حبات الفستق لكنها غير صالحة للأكل الآدمي عموما والحب الخضراء تدر البول وتنفع الطحال وتدر الطمث وتحلل النفخ وتنفع في شقاق الوجه وتعالج المرص أما صمغ شجرة البطم المسمى الضرو يجلو الجرب والحب الخضراء والتي هي ثمرت شجرة البطم أحد العلاجات المتميزة لعلاج النحافة وقد ثبت فعاليتها في الصحة العامة وزيادة الوزن نظرا لقدرة الحب الخضراء على فتح الشهية بسرعة فائقة وفعالياتها الموضعية المذهلة في تسمين المناطق النحيفة فقد أثبتت دراسات الطب البديل التأثير القوي للحب الخضراء في التأثير الموضعي في تسمين المناطق النحيفة كتكبير حجم الأرداف والحصول على جسم متناسق ويمكن استخدامها بعدة وصفات وخلطات طبيعية من قبل النحفاء والنحيفات الراغبين في السمنة وزيادة الوزن ومن أبرز الخلطات يعتبر مغلي الحب الخضراء من المواد المشهية للأكل والفاتحة للشهية ويحضر بأخذ ملء ملعقة من الحب الخضراء توضع في ملء كوب ماء ثم يغلى على النار لمدة ربع ساعة ثم يصفى ويشرب بعد تحليته بالعسل أو السكر قبل الوجبة الغذائية بنصف ساعة ويمكن تجهيز وصفة أعشاب طبيعية فائقة المفعول لعلاج النحافة وفتح الشهية تتكون من الحب الخضراء والحلبة البلدي وحبة البركة وعسل النحل النقي وتعرف هذه الخلطة لدى العطارين باسم خرزة البقر أو مربى الخرزة وتحضر هذه الوصفة بأخذ أجزاء متساوية من الحلبة والحبة الخضراء وتسحق جيدا ثم يضاف لها ملء ملعقة صغيرة من حبة البركة وتخلط بالعسل الطبيعي حتى تكون على هيئة عجينة رخوة يأخذ منها يوميا ملعقة في الصباح وأخرى في المساء مع إمكانية حفظها في الثلاجة وتستخدم الحب الخضراء موضوعيا لعلاج النحافة وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من كل من الحب الخضراء أو زيت الحب الخضراء والحلبة المطحونة وخميرة البيرة مع القليل من عشبة القيروان وعشبة جنين القمح ويتم عجن أربع ملائق كبيرة من هذه المكونات مع كوب كبير من الماء وتمزج جيدا حتى تصبح كالكريم وتدهن بها المناطق المطلوب تسمينها وتدلك بحركات دائرية ناعمة ويفضل ترك هذا المزيج على المنطقة المرغوب تسمينها لمدة لا تقل عن 6 ساعات وتكرر هذه العملية يوميا حتى الحصول على النتائج المطلوبة يعتبر الشجر البطم من النباتات التي تحدث الطب القديم والحديث عن فعاليتها الطبية والعلاجية والتجميلية عرفها ابن البيطار باسم شجرة الحب الخضراء كما عرف أبو حنيفة شجرة الضرو بقوله الضرو من شجر الجبال وورد في كتاب الطب لابن سينا تحت اسم الحب الخضراء الماهية وعرفه بكونه طيب رائحة يفوح منه رائحة الحب الخضراء وأجود الصموق صمق شجرة الحب الخضراء والكبار منه هو الضرو وشجره يسمى البطم انتهى كلام ابن سينا وحتى لا نطيل عليكم نتوقف هنا وسنتابع معكم في الفيديو التالي ونتحدث عن زيت البطم وفوائده العديدة للإنسان داخليا وخارجيا حبايبنا ما هو رأيكم بهذا الموضوع وتعليقكم عليه للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ومثقتكم بنا نرحب زوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته